بساعة لك واش موانسين ان شاء الله نهارده هنتكلم على وهنبدأ بالبروستي. طبعا الكلام ده ممكن يبني بالنسبة لناس سينيور او ناس اه في سنة ثالتة ان الكلام ده سهل جدا وبديهيات. لكن احنا بحاول نطلع السلة من اوله عشان فيه ناس اكيد مش فهم الكلام ده. او فيه ناس لسا اصلا ما خدتش الكلام ده. احنا ان شاء الله هنبدأ بالبروستي بورت وون. بالنسبة للبروست وون هنتكلم النهاردة ان شاء الله على ايه هي البروستي وانواع البروستي وايه هي الفاكتورز اللي بتكونترولين البروستي. بالنسبة للبروستي هنبدأ نتكلم على البروستي عزيزي البروستي في المعمل عامليه. والبروستي ازاي اجابها من الويل لغز. اول حاجة يعني ايه بروستي كده او باي دفينيشنز البروستي ده ريشيو بتوين البور او او بتقال عليه فانت لو جيت تبص على الصورة اللي قدامك ده هتلاقي الفاي او بتساوي على خليك فاهم ان ده بتاع الكيوب او الشكل اللي قدامنا ده ودي او الفراغ اللونه لبني ده ده اللي هي بتقال عليها الفي بورز. احنا ممكن نقول ان الفي بورز هي بتساوي الفي بالك ناقص الفي ماتريكس. طيب البروستي عادة بتتراوح بين خمسة في المية لاربعين في المية. لو انا نوع الصخر بتاعي يعني مش متماسك في بعضه قوي. بتبقى البروستي بتاعته من خمسة وتلاتين لاربعين في المية. لو بيبقى من عشرين لخمسة وتلاتين. لو يعني متماسك كويسة في البتوين وبعضيها وبالتالي بتلاقي ان بتاعته بتاعته بتقل شوية على حساب السمنتج متيريال. فبتبدأ تلاقي ان البروستي بتاعها من خمسة لعشرين في المية. لو لايمستون بيبقى من خمسة لعشرين في المية. ولو دولوميت بيكون من بوينت فور ايت لفور بوينت ايت فايف برسنت. طيب انا دلوقتي اتكلمت على الرينج بتاع البروستي. ايه بقى هي انواع الروكس اللي احنا عادة بنتغرض ليها. يعني مثلا ممكن سانستون وممكن لايمستون وممكن دولوميت. طيب جميل جدا. الكلاسيفيكيشن بتاعت البروستي. انا دلوقتي عايز اصنف. فيه ديولوجيكال كلاسيفيكيشن وفي انجينيرين كلاسيفيكيشن. بالنسبة للجيولوجيكال كلاسيفيكيشن للبروستي اول حاجة بايد دفينيشن البوردو البروستي. من اسمها كده يعني اولية. دي البروستي اللي بتكون موجودة في الصخر اثناء ما كان بيعمل بيحصل له عملية دوبوزيشن. اثناء بقى ما كان عندي اه اللي هي عملية اني انا كان عندي مسلا فيه جبل والله الجبل ده نتائق ناتج عن عوامل التعرية. ابتدى بقى فيه بعض او الفوتات من الصخور تبدأ يعني تتضحرك كده وتنزل تقع في المحيطات والبحار. وابتدى يطلع فيها طبقة فوق طبقة ويحصل لهم فيبدأ يعمل لك طبقة من او من فهي دي البروستي اثناء للماتيريال. طيب البروستي دي ليها نوعين. اول نوع هو الانتر جرانولار بروستي ودي بتكون البروستي بتوين جرين. يعني لو جيت بص على الجرين دي. هاجي بص على الفراغ اللي ما بينهم هي دي بقى الانتر جرانولار بروستي. اللي جنبيها يعني. اما الانتر جرانولار بروستي لأ ده بيكون فيه جوة الجرين ذات نفسيها زي الصورة اللي قدامي دي. وبيتقال عليها انتر جرانولار بروستي. طيب علشان ما تنسهمش الانتر جرانولار بروستي فيها حرف اي. وكلمة بتوين فيها حرف اي. دي حتة فاني كده يعني علشان متطلقباتش ما بينهم او يختلط عليك الامر وتقعد تبقى ناسي انهي الصح. فالانتر جرانولار دي بروستي بتوين جرين والانتر جرانولار دي بروستي وزن جرين. طيب بالنسبة للساكندر بروستي. الساكندر بروستي دي البروستي اللي بتدفولوب افتر عملية الدبوزيشن. لا خلاص بقى انا انا الصخر اه قدامي اتكونت خلاص حصل الدبوزيشن والدنيا زي الفول بس حصل مثلا فولد فالق في الصخر ده زي الصورة اللي قدامنا دي. فتبدأ تلاقي ان فيه اه يعني ممكن نقول فيه مجرى زاد عن اللي كانت موجودة في الاول وبالتالي الفولد دي يزود ولا يقال البروستي يزود البروستي. فيه برضو بيزود البروستي اللي انت بتلاقي ان انت كان عندك مسلا زون ولا حاجة ناتج عن عوامل معينة بتبدأ تلاقي ان 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 الطبقة بتبدأ تتفصل جزء منها بيطلع لفوق وجزء منها بيبدل ثابت مكانه فبتبدأ تلاقي ان انت برضو بتبدأ تزود لك وفيه بقى اللي هي زي الصورة اللي قدامنا دي دول برضو بيزودوا البروستي. طيب. بالنسبة الانجينيرين ودي اللي يهمنا اكتر اول حاجة هي الشكلتý. شكل بروستي دي الشكل بور فوليوم off rack divided by البلووديم اللي موجودة بقسمها على البلوك وطاني حاجة هي الشكل بروستي لو جينا نبص على الرسمة اللي عليمين دي هتلاقي ان هو بيشاورلك على والسمنتينج متاريال اللي بتوين الجرين والتانية والانتركوننكتد بروستي هو اللابيان ده طيب ليه انتركوننكتد لو جينا نبص هتلاقي ان الفراغ ممتد يعني مفيش حاجة بتعوقه ماشي 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 ومالتالي الهايدروكاربون او الفلويد اللي بيعدي فيه دي يقدر يمشي او نقدر ننتجه من الاخر فهي دي الانتركوننكتد بروستي ودي اللي بتفيدنا طب في ال او دي لو جينا نبص على المنظر ده اللي انت عندك تلاتة وفيه فراغ ما بينهم بس مقفول عليه وبالتالي ان لو هنا عندي هايدروكاربون مش هعرف انتجه وبالتالي ال او مالهاش اي فايدة لو جينا نجمع او ال او على هتديك وبالنسبة لقوانين التوتل بروستي والفكتف بروستي التوتل بروستي هتلاها بتساوي الفوليوم بتاع التوتل على ال في بولك والافكتف بروستي بتساوي ال بور فوليوم الانتركوننكتد زي ما احنا دي ساعلين على ال في بولك طبعا نقص ده ازاي ونقص ده ازاي ده كله هنغضو في الفيديو الجاي اللي هو بقى ازاي نقص الكلام ده في المعمل انت بس خليك فاهم او فاهم ايه الفرقات ما بينهم طيب نيجي بعد كده للفاكتورز اللي بتكون روستي واول حاجة هي لو الباكينج بتاعك كان بتلاقي ان البروستي بتكون حوالي سبعة واربين بوين سكس برسنت ولو كان بتكون البروستي حوالي ستة وعشرين في المية فانت لو جيب تبص على الصورة اللي قدامنا دي هتلاقي ده شكل ده الفراغ او دي البروستي اللي انا مهتم بيها بتكون حوالي يعني ممكن نقول سبعة واربين بوين سكس برسنت وبالنسبة للرومبو هيدرل هتلاقي ان تحس ان صغرت شوية اه وبالتالي بقت البروستي حوالي ستة وعشرين في المية دي لها اثبات رياضي عمتا ولا تعتمد على الار بتاع يعني واحد يجي يقول لي مسلا ار كبر يبقى كده البروستي هتصغر ملاش اي علاقة خالص لان انت ما بتجي تحسب او تعمل بتلاقي ان الار بتطير ممكن ابيعملها فيديو تاني ازاي او كده يعني ملاش اي علاقة بالجرين تاني حاجة هي لو جينا نبص على الصورة على الشمال هتلاقي ان يعني ممكن نقول كده منتظمة كل قاعدة في مكان هتحس انهم مرصوصين واقفين صف فهتلاقي ان دي وبالتالي بتلاقي البروستي بتكون كويسة مع الويل سورتد طيب البروستي بتلاقي مثلا جرين كبيرة جرين اصغر شوية جرين اصغر قوي فبالتالي بتلاقي ان ان بتاعهم مش احسن حاجة فبورلي سورتد وبالتالي بتلاقي البروستي بتكون اقل في البروستي تالت حاجة وهي لو لو بتاعك يونيفورم كده وسموز ومحترم بتلاقي البروستي كويسة ولو يعني بتلاقي ان الفراغات دي اصغر شوية وبالتالي بتكون اقل طيب دي حتة مهمة جدا وخلي بالك منها ان ساعات تيجي يقولك مثلا لما تزيد البروستي تزيد كلام ده صح لو انت فيش هالو دبس اما انت لو عندي دبس مثلا عشر تلاف ادم ولا حاجة فاصلا مش تقدر تستحمل وهي يعني ممكن نقول مضلعة كده وبالتالي هتلاقي اصلا انت قطمت او اتكسرت فالبور سبيسز اللي كادت موجودة زي الصورة دي كده هتلاقي اصلا شبه اختفت وبالتالي كلمة الانجولاريتي او الانجولاريتي لما تزيد البروستي تزيد دي في حالة الشالو دبس وليس ال very high دبس ناديس بعد كده السمنتينج ماتيريالز السمنتينج ماتيريالز اكيد كل ما crude ما هتلاقي ان البروستي او البور سبيسز الفوليوم بتاعتها قلل? وبالتالي هتلال بروستي بتقلل. وخمس حاجة هي او بالبديه جدا انت دلوقتي الطبقة او الطبقات مش مضغوطة في بعضيها وبالتالي في فراغات بسيطة بين طيب انا دلوقتي رحت جيد عملت عليها كمباكشن عملت عليها كبير جدا كل الطبقات اللي فيها هي شعيلاها. مثلا عند خمس تلاف ادم وبالتالي هتلال بروستي هتقل. واخر حاجة هي اكيد دول بيساعدوني او بيدعموا ان البروستي تزيد. دي كان كل حاجة في فيديو النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.